خلال شروع الأستاذ ياسين العمري في إلقاء محاضرة بالكلية المتعددة التخصصات بالراشدية عشية أمس السبت السابع والعشرين من نومبر 2021 وقف أحد رفاق يسار على باب مدرج الجامعة شاهرا سيفه ومهددا الحضور الذي ملأ جنبات المدرج ويبدو أن الإقبال الكبير من الطلبة جعل الرفاق في حالة هيرجان وغضب فسعوا إلى إفساد الأجواء العلمية بتطرفهم وفوضاهم وبعد ثلث ساعة لانطلاق النذوة وحين كان الدكتور عبدالغنق زيبر يلقي كلمته اقتحم الرفاق المدرج ومارس الفوضى والعنف في أبشع صورهما وبالغوا في تهديد السلامة الجسدية للطلبة حيث قال أحدهم من على المنصة من لم يغادر المكان فلا يلومن إلا نفسه هذه الفوضى التي ينتهجها الرفاق في الآوينة الأخيرة تذكر الطلبة والمتابعين والرأي العام المغربية بما كانت تقترفه قيادات الرفاق التي تتغنى اليوم على المنصات الإعلامية وكراسي البرلمان بحرية التعبير والحق في الاختلاف وقبول الآخر ذكرنا هذا الحديث بما وقع مع الدكتور أحمد الرسوني في أبريل 2019 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد الملك السعدي بمدينة تطوان فبنفس الأسلوب الإرهابي هدد الرفاق الحضور بالسيوف والعصي ونسف الندوة تشدر الإشارة إلى أن الرفاق أقام قبل أيام قليلة محاكمة داخل الجامعة بفاس لسائق حافلة وأخضعوه للتعنيف والضرب المبرح ما استلزم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامع الحسن الثاني لتلقي العلاج هذا الإرهاب المنظم والممنهج يمارس بعنجهية وأمام الجميع لكن لماذا يا ترى لا أحد يسلط الضوء عليه ويطالب بمحاسبة المتورطين في اقترافه